جلس في إحدى لياليه ينظر إلى آثار القيود على معصميه فاستذكر بداية أحداث السبيل عندما قيل له قم واركب الناقة فقال أنا لو بي حيل أركب على النوق شا من يوم أمس راكب على المطهم أنا لو بي حيل وأركب على النوق شا من يوم أمس راكب على المطهم ولا أسمع ألام الناصر والصوت بيبحة عطش بالقوة يتكلم ما ظل بالخيم وحسين أبو يوحيد أذب عكازتي وبسيفي أتقدم مسابق ويعلي الأكبر على الميدان العساكر كون بيني وبينة تتقسم أخلي بحربة الطاير عقل وعقول تسأل كم علي وتموت ما تعلم علي واحد يخل بحسبة الشجعان عليين برزة ومو حقها تتلع ثم صح فارق عمر لكن بحمل السيف ضربتي وضربتها بقص الرقب توأم إذا بسم ارتجز قتلوا ثلاثة عام وإذا بسم ارتجزت علي يتنعم أنا علي بن الحسين بن علي مثل ابن أبوي وصوتي مثل يعتلي عن ديني أحمي وعن إمامي وعن هلي وبصارم عليكم تقرر ما يلي تستسلمون بلا شرط هس إلي لو جسكم وجهنم حطب هلي يصطلي لكن حكم القدر تبقى الإمامة وياي حكم من الإله ونعم ما أحكم ولو بالحرب ما شايل رمح أو سيف أنا محسوب عطف فارس ملثم أنا بن المات حط على الصدور دروع ولا هابة منين يجيها المحتم تزعمنا بشرف تزعمنا بشرف لكن يا صفقة حيف جارت والوضيع اليوم يتزعم لعد مثل الحسين يصيح ريد الماي وبنسعد على كبر المشرع استحرم هذا آخر ابن بضعة نبي على القاع كون الحصد داسة بيه نتختم اش عجب ابن اللي ترعى المعزة ثنع ليه ترح سينه مفاطم بس منه ليفهم وكب منحر سر وكب منحر سر بس الله يعلم بيه إذا ينجاس تشهق غايظة جهنم وشهقة غايظة معناها جاسة سيف ولو ما شفت نحرب حين يتخذم على مدذبحة زينة بتندفع والطيح عفيا وما شداد السبعة تتهدم ولأن نبض المشيم ولأن نبض المشيم سكتاه الموت لسان الصوت طالوا بالمتن شتم زراقل بالسمى لمتونها مرايات وش ما ورمن وياها تتورم وشفت نار وشفت نار وركض وخيول تعثر ليش أثار أطفال حجر الشهبة والأدهم وتراتي وبيه دم وتراتي وبيه دم هل يعني مشلوعات؟ ما لحق يفك هل رايد المغنم الباتر عنده سفرة بليلة كوني ينام مو شي ساهر يعد الحري مش جم أرجع ليلة مرة ومرهم جسام تطلع للرباب بسالفة من الهم الما بعد الذبح الما بعد الذبح نوع آخر من الموت تحس بالنزعة بس ما تنفني وتعدم الما بعد الذبح نوع آخر من الموت تحس بالنزعة بس ما تنفني وتعدم السبب حد ذاته طف ثاني السبب حد ذاته طف ثاني انتقل وياي يسلمني لصفر لو خلص محرم جروح القياد بيدي وبرقبتي تهون عقبط طف سهل صار الجرح والدم الجسد مني ينجرح فترو يردي طيب بس جرح ليصيب الغيرة ما يلتم علي بن حسين معناها بن أخو العباس حتى الغيرة تحسدني على هذا العم خل القياد ياكل بالعظم والطيح ادي مقطعاته إلها ما اهتم مثل حال تقطع بالكفالة وطاح صح عن نهر بس فكرة على المخيم ولأن عمر الفكر ما ينشتف بحبال فكرة على الضعن مولج ليتألم اللي يضرب بالفواطم لو أخذ ربعين اللي يضرب بالفواطم لو أخذ ربعين عمدا يضرب أكثر وهو يتبسم قمت على أزيد الضرب عن نسوان أدير بنظرتي وتارس عيوني الغم ينفس غيظة كل بركان مني يثور وأنا المجبور غيظي بداخلي ينظم ودخلنا الكوفة ودخلنا الكوفة عاصمة الوصي بس وين ودخلنا الكوفة عاصمة الوصي بس وين ريحة علي بذول الناس ما تنشم قلبيهم خير تلقى بعينهم دمعات بس بالأغلبية تشوف بنملجم وشي في يد الندم يجمعنا حرب الرأس الزلم تذبحنا والنسوان تتندم أحنا على الشمس نتصدق بأنوار علينا تصدقوا بالخبز والدرهم احنا على الشمس نتصدق بأنوار علينا تصدقوا بالخبز والدرهم شنسوا شاذكر وكل ذكرى طلعت روح شنسوا شاذكر وكل ذكرى نزعت روح الوحدة تقول عندي الأدهى والأعظم ولا صعب عندي وقفة عمتي بديوان اسئله حسين قايلها الذبح أرحم ابن مرجانة يشمت وبن هندي يزيد وقاه الشام وين البيها يتشيم وخطبة زينبه وچن الحشي قرآن حقه ويشتبه من بالأمس أسلم وحريم موقفات قبال قوم أجناب والنظرات خزي وعار تتهجم لو مع الرسول تكمل القرآن شاسورة سبي شامية بالمحكم وصحت للماء عرفني وبينت للناس ترى المسبي ابن مكة وابن زمزم يل ما تعرف اسمع من هوانه الهوى لينزل بريتك من هوانه خنقني الزمن وصفه من هوانه وحس همي شمر جاثم علي حتى الراس بطشت وفتح عيناه حتى الراس بطشت وفتح عيناه مو للخيزران الجرحت للفم فتح عيناه لما سمع واحد قال هايش قدوا هاي ببيش ذيك بشم عار الكوفة وابدا من سعرها عار الكوفة وابدا من سعرها لتن بالشام ناري من سعرها الحجل يزيد نزل من سعرها على اختي الشرو تنظر علي اشتركوا في القناة